ما هي أسعى مرحلة بالنسبة لك كمتر ماروخ؟ أيضا هو هذا الجامع 2 إحنا لعبنا أول ماتش الساعة ثمانية ونصف بالليل خلصنا عشر ونصف قبل ما بتروح القتيل والعائشة والذي التاني ماتش كان الساعة سبعة فاللي هو أنت بتلعب حوالي بعد تسعة واشر ساعة من الماتش الأولين حتى حتى على أقل ما خدتش 14 ساعة فواحي كنا لسه طلعين من ماتشات البيئل خمس ماتشات وكان فيه اتنين ما كانوش معانا في عمر وأحمد مويفة الحالة عمتا ما كانتش أحسن حاجة فانت سرعة باك توباك دي كانت صعبة جدا بالنسبة لنا بدنيا بلاس الإيجاد اللي هو أصلا كان عندنا وبعدين الهزيمة ما كانتش يعني ما خسرناش فرق إليه اللي كانت 18 بنت كانت فدي كانت أصعب حاجة وأصعب إحساس بعد الماتش ده إن هو أنت هتفوق وترجع تاني في جيم 3 فطبعا إحنا مش متعودين على إن انت تخسر خسارة زي دي فهو خلاص يوم الماتش ده عدة والزعل عدة وتفرجنا على أخطأنا وتعلمنا منها استعدت عفيتك المدنيا نسبيا نسبيا وتمرنا تمرينه وتعهيدنا إن إحنا اللي حصل في جيم 2 ده ما يحصلش تاني مهما كانت الأسباب والحمد لله ربنا وفقنا في جيم 3